تتواصل تداعيات مواقف الشيخ يوسف القرضاوي من خلال مقالة بشأن دولة الإمارات في إحدى خطب الجمعة بالدوحة فبعد مذكرة الاحتجاج الإماراتية التي سلمت للسفير القطري استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذه التصريحات استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير القطري فارس النعيم لتسليمه مذكرة احتجاجا على مقالة أنه تطاول من الشيخ يوسف القرضاوي على دولة الإمارات وأفاد مصر رسميا أن الاستدعاء يأتي على خلفية تطاول القرضاوي على دولة الإمارات من خلال منبر أحد مساجدها وعبر التلفزيون قطر الرسمي وكان القرضاوي اعتبر في خطبة الجمعة الماضي بالدوحة أن الإمارات تقف ضد أي حكم إسلامي وتسجن المتعاطفين معه وأوضح مسؤول الإماراتي أن بلاده مجبرة على اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة في العلاقات الخليجية وفي سياق متصل أعلن وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن الإمارات انتظرت من قطر أن تعبر عن رفض واضح لمثل هذا التطاول وأن تقدم التوضيحات الكافية والضمانات لعدم يوقع مثل هذا التشويه والتحريض من جديد وأسف قرقاش لعدم الاستجابة القطرية وأضاف أن السلطات الإماراتية سعت خلال الأيام الماضية إلى احتواء المسألة من خلال الاتصالات بين البلدين ولكنها لم تسفر إلا عن تصريح رسمي لم يشر إلى موقف حاسم يرفض الخطاب القرضاوي على حد قوله وكان خالد العطية وزير الخارجية القطر أعلن السبت الماضي أن القرضاوي لا يمثل السياسة الخارجية لقطر مشيرا إلى العلاقة الخاصة بين بلده والإمارات وأكد أن أمن البلدين مترابط وشدد العطية على أن سياسة قطر الخارجية تأخذ فقط من القنوات الرسمية للدولة خليجيا استنكر عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجية لاتهامات التي وجهها القرضاوي للإمارات ووصفها بأنها تحريض مرفوض ودعاة باطلة تثير الفتنة وأعرب الزياني عن أسفه أن تصدر مثل تلك الاتهامات التحريضية تجاه الإمارات التي عرفت دائما بماقفها المبدئية المشرفة وجهودها في دعم القضايا الإسلامية ونصرة ومساعدة المسلمين وأكد الزياني على حرص دول المجلس في ظل الظروف الحرجة التي تحيط بالمنطقة على تعزيز تضامنها وتكاتفها